معانا من خلال التليفون الكاتب الصحفي والناقد الفني الأستاذ مصطفى حمدي اللي هنتكلم معاه عن رؤيته لكتب الغناء بشكل عام والموسيقى وكمان كمان عن أهم كتبه الجميلة والمميزة اللي طبعا بيقرخ فيها الفترة الزمنية المهمة في تاريخ الموسيقى المصرية والعربية طبعا بشكل عام زي كتابه مثلا شريط كوكتال اللي بيتكلم فيه عن أغاني جيل التمانينات والتسعينيات وكتاب مذكرات هاني شنودة عراب الموسيقى الحقيقة إنه عنده يعني رصيد كبير جدا من الكتب الفنية والموسيقية أستاذ مصطفى منورنا وأهلا بحضرتك أهلا بمشاهدينك الكرام أهلا بيك وطبعا مفسوسين جدا أنك معانا النهاردة في البداية أحب أعرف من حضرتك ككاتب صحفي ومتخصص كيف إزاي الكتب اللي بتقرخ تاريخ الموسيقى المصرية وبتتكلم عن سير كبار المطربين والموسيقين وتاريخنا الموسيقي في مصر بالتأكيد كتب الموسيقى والغناء تحديدا أنا بشوف أنها من أهم فروع الأدب والنشر في مصر وفي العالم العربي ويمكن في مصر بشكل خاص لأثبات كتير على رأسها طبعا أن إحنا بلد الفن إحنا البلد اللي قدمت الغنى والموسيقى والفن بشكل عام للعالم كله طبعا أنه عندنا تاريخ فني كبير جدا جدا يستحق أنه يتم تحليله والكتاب عنه والتأريخ ليه بداية من الموسيقى المصرية الحديثة طبعا كما تبارها آخر حاجة وصولا بقى الحد يعني الموسيقى المصرية القديمة من أوائل بقى بداية معرفتنا بالموسيقى في مطلع القرن الثمنتاشر والقرن التسعتاشر لأنه وقتها طبعا الموسيقى مرت بمراحل والغنى بشكل عام مرت بمراحل كتير جدا جدا فأعتقد أن إحنا المكتبة المصرية مليئة بالأعمال الفنية اللي تستحق بالتأريخ والكتاب عنها جميل شريت كوكتال حكايات موسيقى الجيل اتكلمت فيه عن الغناء والموسيقى في فترة التمانينيات والتسعينيات حابين نعرف منك أكتر أستاذ مصطفى أكتر عن الكتاب أكتر عن كواليس الأغاني اللي تكلمت عنها الكتاب كتابته أخذ من حضرتك وقت قد إيه مبدئا هو شريك كوكتال كان الهدف منه أنه إلقاء الضوء على أغاني المرحلة اللي أنا شايف أنها ظلمت على مستوى الكتابة والنقد والأدب كمان وهي مرحلة التمانينات والتسعينيات اللي بتمثل الجيل الحالي يعني دلوقتي الجيل العاشر مرحلة دي كان دايما بيتم التعامل معها نقضيا باعتبارها مرحلة مش قوية مرحلة ما فيش وراها تفاصيل وكواليس تحكة ولا حتى خدت حقها على المستوى النقضي الفكرة جات في شريك كوكتال أنه من خلال سيرة شخصية وألقى الضوء على مجبوعة من الأغاني اللي بتمثل علامات هامة في المرحلة دي وبتمثل برضو نقطة فاصلة في مسيرة الفنانين الغنوها شريك كوكتال تقريبا صدر سنة 2017 وهو استغرق إعداده مني تقريبا في مرحلة الكتابة دا حديث هاستغرق سنة حلو لكن الفكرة يعني لما صدرت كان يعتبر أول كتاب بيتكلم عن المرحلة دي بشكل متخصص يعني وبشكل بيجبع ما بين اللغة اللقضية وما بين السيرة الشخصية والحس الأدبية جميل 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 وأتفضل يا أستاذ مصطفى مع حضرتك تفضل تفضل الكتاب تناول مجبوعة من المحطات الهمة والأغاني الهمة في مسيرة محمد منير كان ألبوم شبابيك عمر دياب في مسيرته وعدت على طبعا نور العين وعلى أيامنا وعلى مجبوعة الأغاني اللي صدرت في التسعينات والألبومات عمر دياب التسعينات اتكلمت فيه عن تجربة حميد الشاعري عن تجربة حسام حسني عن محمد فؤاد وعن حكيم يعني عن تجارب الموسيقية الهمة جدا في مرحلة التسعينات والثمانيات جميل ده جلنا الجميل وأغانينا الجميلة اللي تربطنا بيها واللي سمعناها كلنا وكل واحد فينا عنده ذكرياته الخاصة مع الأغاني دي ومع المطربين الجمال اللي دايما مشرفيننا ومشرفين مصر بفنهم وبأعمالهم اللي ما تتنسيش أبدا نتكلم كمان عن كتاب حضرتك مذكرات هاني شنودة وخصصا إنه الحقيقة الموسيقار هاني شنودة أو يعني الحقيقة إنه الفنان هاني شنودة كان من ضمن الفنانين المؤثرين جدا في تاريخ الموسيقى المصرية الحديث طبعا الموسيقار هاني شنودة عرّاب الموسيقى كلمنا أكتر عن تفاصيل الكتاب ده الكتاب بقى مذكرات هاني شنودة أنا بعتبره هو التأصيل أو المرجعية اللي اتعاملت بعد كده لكتاب شريك كوكتيل أنا أنا شغال على شريك كوكتيل شفت وقتها إنه التجربة بتاعة موسيقى الثمانينات والتسسينات دي الأب الروحي ليها كان هاني شنودة طبعا كان لازم أعمل تأصيل تاريخي للموسيقى دي من خلال تجربة هاني شنودة كتجربة هي اللي فتحت الباب قدام التغيير اللي حصل في الموسيقى المصرية الحديثة طبعا فلما اشتغلت بقى على هاني شنودة تقريبا الكتاب صدر لسنة 2020 وكان الهدف من الكتاب ده إنه نقول للأجيال الجديدة إنه فيه موسيقى مهم جدا كان ليه دور في إنه يغير شكل الموسيقى المصرية حقيقا وبعدين كمان كان ليه دور وإسهمات أخرى تكتشاف مطربين الكبار زي محمد منير وعمر دي طبعا هو اللي اكتشافهم فديه النقطة المهمة في مذكرات هاني شنودة وبعدين إسهماته بقى في الموسيقى التصورية ورؤيته لأنه كان فنان عنده رؤية اجتماعية ورؤية فرنية قدروا يتزاوجوا مع بعض ويقدر قدم منهم مشروع وكان مهم جدا طبعا هو مشروع فرقة المصريين طبعا كانت أول فرقة بتقدم الموسيقى والأغنية الاجتماعية في الوقت ده صحيح صحيح أستاذ مصطفى لازم حضرتك بقى تنورنا إن شاء الله في البرنامج ونتقابل ونتكلم مع حضرتك عن الكتب الجميلة الفنية الموسيقية اللي ليها لقى بالمزيكة في مصر وبتاريخ الموسيقى المصرية إن شاء الله في الستوديو بشكرك جدا شكر ليتي ألف ألف شكر ليتي نارسي أستاذ مصطفى كان معنا طبعا الصحفي والكاتب والأستاذ مصطفى حمدي